بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمراسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن دعواته لله عز وجل أن ينعم على مصرنا في هذا العام بالسلم والأمن والرخاء بقيادة الرئيس السيسي وأن يتم تجاوز كل التحديات وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصب إليه كل مصري وعربي كما أكدت البرقية على دعم مجلس الشيوخ لقيادة الرئيس السيسي ومسيراته الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية